اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البناء والتنمية باقترح سبعين حزب النور باقترح ستين الأحزاب المدنية بتتراوح ما بين عشرين وتلاتين اما انا شخصيا ففهمي الذي اعتقده صحيحا لنص الدستور وتقديري للاعتبارات السياسية المحيطة ارى ضرورة استبعاد اعضاء مجلس الشعب والشورى تماما من جمعية وضع الدستور حلول ممكن تشرح لنا يعني ليه حضرتك شايف انه ده الاصاحة الدستور ليه لا اصاحة الأسباب السياسية واسباب قانونية الفكلام ده انا قلته كتير قبل كده وكتبته الأسباب السياسية أعضاء جمعية وأعضاء الدستور هم في حقيقتهم خضاط يفصلون بين مختلف الطيارات السياسية والفكرية باختيار حلول دستورية تناسب مستقبل الوطن أول شرط من شروط القاضي أن يكون محايدا إذا القاضي كانت له مصلحة في الدعوة فبيتنحى عن نظر الدعوة أنا عندي مجلس شورى مطلوب إلغاءه فكيف سأمثل أعضاءه في جمعية وضع الدستور وهل سيتجر هؤلاء الأعضاء إلى التصويق على إلغاء المجلس الذي هم أعضاء فيه عندي مجلس شعب في نسبة 50% عمال وفلاحين مطلوب إلغاء كيف سيصوت هؤلاء على إلغاء النسبة التي دخلوا المجلس بسببها عندي سبب قانوني تاني يدعونا إلى استبعاد أعضاء مجلس الشعب من عضوية لجنة وضع الدستور أن في دعوة أحيدت إلى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا قدرت جديتها بالطعن في عدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي على أساسه انتخب مجلس الشعب الحالش السؤال إذا حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من حل مجلس الشعب القادم وهذا هو المرجح أنا أتكلم هنا قرغوا القانون هل من الملائم السياسيا أننا نأحد في تشكيل جمعية وضع الدستور وندخل في جمعية وضع الدستور أعضاء مجلس الشعب المطعون في عضويتهم والذين قد يفقدون هذه العضوية في القريب العاجل هذا سؤال قانوني وسياسي المسألة الثالثة أن القراءة الصحيحة للمادة 60 من الإعلان الدستوري والمادة دي مأخوزة من المادة 189 مقرر من دستور 71 التي استفتي الشعب عليها بتقول إيه هذه المادة بتقول إن الأعضاء المنتخبين أو غير المعينين في مجلس الشعب والشورة بيكتمعوا يعملوا إيه ينتخبوا جمعية وضع الدستور إحنا عندنا المشرع بيستخدم الألفاظ بدقة ما قالش يشكله ما قالش يعينه إنما قال ينتخب ما قالش ينتخبه من مين برضو ما قالش ينتخبه من مين إنما لما يجي المشرع لما يجي المشرع يستخدم كلمة الانتخاب نحن نعلم أن من ينتخب غير من ينتخب بمعنى أن جماعية وضع الدستور جماعية أو جماعية تشكيل أو اجتماع تشكيل جمعية وضع الدستور هو اجتماع في شكل هيئة انتخابية فلا يمكن أو غير مقبول من حيث المنطق القانوني أن من ينط به القانون أن ينتخب أن يقوم بانتخاب نفسه مفروض يقوم بانتخاب آخرين ويفتح باب الترشيحات سواء الترشيحات للأفراد أو الترشيحات للهيئات ويكون عنده أكثر من بديل ويقوم بالاختيار بين هذه البدائل هذا هو تفسير شخصي صحيح أنا فهمه ده يبدو أكثر منطقيا يعني بس كمان في ظل من ناحية سياسية من ناحية سياسية واضح من زمان منذ أن انتهت لجنة التعديلات الدستورية من وضع هذه التعديلات وتم استفتاء الشعب عليها في صد حجد ديني شديد الانفعال واضح أن هناك قوة معينة تريد أن تكون لها مش عايزة أقول تريد أن تستأثر إنما تريد أن تكون لها الكلمة العليا في وضع الدستور في ناس كثيرين بيسألوني قلوني طيب هذه القوة ماذا تريد أن تفعل الدستور المشكلة أن هناك صراع حول تشكيل جمعية وضع الدستور دون أن يعلن أحد من القوة السياسية خاصة القوة السياسية الإسلامية مشروعها لمبادر الدستورية القادمة طبعا عايزين تعملوا إيه في الدستور الحرية والعدالة قالت نوم عندهم مقترح النور أعلن أكتر أنه عايز يشيل مدنية وعايز يعني ما يتبقى دون نور عايز يشيل كلمة مدنية يعني عايزين يحولوا مصر مبادئ الشريعة تبقى إلى أحكام الشريعة عايزين يحولوا مصر إلى دولة دينية رغم ما أعلنه الفريق سامع نان في إحدى التصريحات الشهيرة له من أن مدنية الدولة قضية أمن قومي هل حدث تراغوا عن هذا المبدأ لأن المجلس الأعلى القوات المسلحة حاليا بجانب أنه مجلس عسكري إنه مجلس بيدير شؤون السياسة في البلاد هل سيفرط في مدنية الدولة وهل سيفرط الشعب المصري أهم من الاعتماد على المجلس الأعلى القوات المسلحة لأن المجلس الأعلى القوات المسلحة وعد فيه كثير من الأحيان ولم يأفيه إنما هل الشعب المصري سيفرط في مكتسبات الدولة المدنية التي تقوم على الحقوق والحريات العامة وعلى مبدأ المساواة أمام القانون أم لا هذا الفكرة بقى مش فكرة نواة يبقى بيفرط بمعنى أنه قرر نواة يضيع حق الفكرة أنه فعليا بيتم استغلال الدين زي ما حصل في استفتاء 19 مارس أنه لما تقول نعم أنت كده بتقول نعم للخير والإسلام لأننا نص في العديد نحن عندنا شيء مسير للسخرية في الحياة السياسية المصرية عندنا نص في الدستور وعندنا نص في قانون الأحزاب بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني نحن عندنا حزب النور ورغم ذلك الأحزاب التي حازت الأغلبية في البرلمان أحزاب قائمة على أساس ديني دي كلها تساؤلات يا فندي ونحن ندناش إجابة لها يا دكتور يعني لماذا تمش إغلاق أو منع هذه الأمر؟ ده سؤال يوجه إلى القائمين على تنفيذ القانون في البلاد يوجه إلى اللجنة العودية للانتخابات التي كانت رأساً ده كمان يبطل مجلس شعب 3 ربعه خلاص يعني أطلعت النحزات دي الأمر محتاج إلى حكم قضائي وأنا معلوماتي أن في عدد من الرجال القانون بيعدوا للرفع دعوة أمام القضاء الإداري حيطرحوا عليه هذه المسألة كيف تقوم على أحزاب على أساس ديني وتستخدم الدعاية الدينية للوصول إلى مقاعد مجلس الشعب رغم وجود نصف الدستور ونصف القانون يعني إذا كنا دولة بتحترم الدستور والقانون علينا أن نواجه هذه القضايا بصراحة أو نحذف هذا النص نقول من المسموح به قيام الأحزاب على أساس ديني بكل مجموعة دينية تعمل بحضة دينية طيب خليني كلم برضو لسه بكلم على لجنة تأسسية لجنة تأسية الدستور وفي مطالبات نسائية ويمكن عشان كان يوم المرع العلامي يوم الخميس اللي فات هو في مطالبات بخمسين في المية ومطالبات بثلاثين في المية بثلاثين أرينج من تلاثين لخمسين هل حدك شايف أصلا الرقم ده بسيئة طبعا النساء يشكلوا خمسين في المية من المجتمع النصري مجتمع العدد فذا سيبقى خير وبرك إنما اللي أنا عايز أقوله عشرة ده قليل يعني عشرة ستات من تسعين وتسعين راجل اللي أنا عايز أقوله إن نكون المرأة تمثل في أي تجمع انتخابي أو تجمع تمسيلي مجلس شعب أو مجلس شوري أو جمعية وضع الدستورة لا يعني أنها ستدافع عن حقوق المرأة وعلى مبدأ المساواة بين رجالي والنساء لأن هناك نساء أكتر قصوة على النساء من كثير من الرجال صحيح فيعني نحط لا ما نتوقعش عندما يبقى فيه عشر نساء واللي أكتر نتمنى في اللجنة التأساسية وجايبين من الناس اللي ضد الستات اللي بيطالبوا بأن الستات تعدد في القوة مطالب بتمسيل النساء المؤمنات بالحفاظ على حقوق النساء المقهورات في المجتمع المساوي هذا المهم صحيح بس حيك إذا مش متوقع أنه النسب يتم الاستجابة بتاع الثلاثين والخمسين دي خالص لأن الستات عندها أمل بسرعة أنا أتمنى أن تصل النسبة إلى تلاثين في المئة ولكنني لا أتوقع أن تصل النسبة إلى هذا الحد طب دكتور عايزة أسألك سؤال بداقي شوية في البلاد اللي بدوا يعملوا دستور وما كانش في مجلس يعني عايزة أتخيل أن لو ما فيش مجلس شعب وقامنا بصورة إزاي كنا نختار لجنة تأسيس في طريقين لا سلسة لهم اللي هم أن تصدر يصدر رئيس الدولة لو كانت بقى السوار لو كان هم اللي في الحكم يعني لو كان السوار في الحكم كانوا يصدروا قرار بتشكيل جمعية وضع الدستور بمعايير ترضي الجميع وبالمناسبة يعني طريقة الاختيار ليست بهذا القدر من الأهمية إنما المهمة أكتر أن تكون الجمعية ممثلة لكافة قطاعات ما نتبسأل لأنه إحنا طول الوقت بنتكلم على أنه لازم تأمثلة لكل أطياف وكل القطاعات وكل الأقليات عبدالناصر سنة 54 شكل جمعية لوضع الدستور وما حدش قال له لا جمعية وضع الدستور لابد أن تشكل بالاستفتاء أو تشكل بالانتخاب أو البرلماني اللي شكلها وكانت جمعية ممتازة وممثلة لجميع طواقف المجتمع المصري ووضعت أفضل وسيقة دستورية عرفتها مصر حتى الآن وهي مشروع الدستور 1954 التي رفضت صورة جيليو الأخذ به لأنه يعطي حريات لبرالية أكثر مما تحتمله مرحلة تطور الصورة في ذلك الوقت فطريقة اختيار الجمعية ليست بهذه القدر من الأهمية التي نوقيها عليها يعني إنتي معلش نعيز أقف شوية يعني إيه؟ لو كده ما ناخد الدستور ده نقلده ولا يعني نستنسخه لا لا هي كل مرحلة تاريخية لها ظروفها المختلفة عن المراحل السابقة عليها والمراحل اللحقة عليها يعني أنا مندهش من الناس اللي بيتكلموا بيقولوا من الممكن نرى الدستور في سبوع ولا في عشرة أيام ولا ناخد دستور واحدة آي بس يا دكتور يوحدك كراجل قانوني أكيد يعني لو ترابت من حدك أنك تعمل دستور النهاردة هتعرف تعمل لوحدك كده بس مش عامل في أسبوع عشرة أيام لا بس قصدين إحنا لا نختارع وبعد كده مش معنى كده أن أنا أعمل دستور إنه هو ده حيبق الصح لأنه ده في قضايا مجتمعية لابد من الرفاق عليه أديك أمثل طب نسبة الخمسين في المئة عمال والفلاحين إحنا عادينا ننادي بإلغاء هذه النسبة لأنه أسيء استخدادها ولا أن العمال والفلاحين الموجودين في البرلمان حاليا لا يمثلوا العمال والفلاحين الحقيقيين ونطلب إلغاءها من أدرانا أن إلغاء هذه النسبة لأنه يترتب عليه قلاقة اجتماعية هيرضي الخمسين في المئة اللي هم العمال والفلاحين الخمسين في المئة الحقيقيين إننا ممكن يحتاجوا على هذا طيب لعدم الاحتجاج هل من المناسب إن أنا أسمح للعمال والفلاحين بتكوين أحزابهم السياسية وألغي النص ده موجود في الدستور بعدم جواز قيام الأحزاب على أسس طبقية وأسمح لهم بتأسيس أحزاب ده سؤال مطروح طب وهل هو كمان مش مطروح إنه المشكلة مش بفكرة الخمسين في المئة عمال وفلاحين كقيمة كرقم بس كمان في القواعد والضوابط اللي كان بيتم تنفذها واستغلال الخمسين في المئة على أساس هل ممكن في حل وسط إنه النسبة إلي شوية والضوابط تبقى مختلفة يعني كان لغاية أي حد عنده حتة الأرض من الصعب وضع ضوابط ده تعريف ما يقصب بالعمال والفلاحين لأنه بيعتبر عامل كل من يقوموا بعمل يدوي أو ذهنيش يعني أنا كأستاذ جمع حيعتبر عامل رئيس الوزراء حيعتبر عامل لأنه بيشتغل بعج حرضتك هتعتبر عامل يعني المسائل غير منضبطة وأنا أرى إلغاء هذه النسبة تمام فيه من الإشكاليات التانية المهمة اللي لازم تاخد وقتها في البحث يعني أنا لسه كنت من شهر في ألمانيا في مؤتمر عن كتابة الدستير في العالم من ضمن الحاجات الأساسة الأجانب كانوا بيتكلموا عنها بنوع من الفكاهة إن المصاريين يزمعون وضع دستوريهم في عدة أسابيع ده كلام أدخل في الهزن منه إلى الجد مشكلة في مشكلة هتاخد مننا بحث عدة شهور زي الحقوق والحريات العامة الحقوق والحريات العامة منصوصة عليها في دستوري واحدة سبعين ودستوري واحدة سبعين من أفضل الوثائق القانونية التي تحدثت عن الحقوق والحريات العامة إنما كانت هذه الحقوق تنتهك على قدم وثاق يعني كان فيه كمان بنود بتقدر وتسمع هذا كل يعني مسألة الإحالة إلى قوانين لتنظمها وتجي القوانين تقيد هذه الحقوق والحريات العامة وتنتهك هذه الحقوق والحريات العامة السؤال بقى المطروح على من سيضعون الدستور القادم كيف يمكن أن يتحول النص على الحقوق والحريات العامة النص على مبدأ المساواة أمام القانون النص على منع التعذيب النص على الحرورية الشخصية النص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كيف يمكن أن تتحول هذه النصوص إلى نصوص تطبق فعلا في الواقع وما هي الآليات الواقعية لعدم انتهاك هذه النصوص الألمان عاملين حاجة مدهشة جدا حاطيني المادة عشرين في الدستور الألماني يقولون للمواطنين الألمان حق مقاومة السلطة العامة إذا انتهكت حقوقهم وحرياتهم العامة المنصوصة عليها في الدستور واستنفدوا كافة الوسائل القانونية لتصحيح هذا الانتهاك هنا بيتحول ميدان التحرير إلى شكل قانوني معترض به قانونة هل ممكن ناخد بهذا الحلق؟ نفسنا طبعا لا بس ما اعتقدش نعم فيه إشكاليات كتير ما نقدرش نقعد ثلاثة أربعة جلسات نقول هلناخد مادتين من هنا ومادتين من هنا ومادتين من هنا ونحطهم في مادة واحدة في دستور واحد ويستفتى الشعب عليه في حالة متوقع نحن فلا محتاجين ستة شهور عشان نقعد نعمل في الدستور ده؟ أنا رأيي أن عشان نضع دستور يريق بمصر ويواجه المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها المجتمع المصري الآن مش أقل من ستة شهور ده لو كمان اللجنة كفائتها كويسة مش لجنة برضو لو اللجنة كويسة وأنا ما اعتقدش أن سيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة قريبا لأن هناك خلافات كثيرة حول تشكيل اللجنة وهناك نزعات للاستثار بتشكيل اللجنة وهناك نزعات لمقاومة هذا الاستثار فأنا أعتقد أن احنا دخلين على فترة قد تكون ممتدة ولن ننتهي من إعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس القادم وسيأتي الرئيس القادم وفقا للإعلان الدستوري الرئيس لا يعرف ما هي صلاحياته الدائمة يعني يعود يقسم على احترام الإعلان الدستوري ثم عند وضع الدستوري الجديد يقسم على الدستوري الجديد يقسم على احترام لا أنا فهم أن ده على مستوى القصة لكن على مستوى العمل بقى المستوى العمل سيباشر سيباشر الاختصاصات المنصوصة عليها في إعلان الدستوري واختصاصات غريبة لا هو رئيس السلطة التنفيذية إنما مثلا من الحاجات الغريبة إنه هو لا يستطيع أن يحل مجلس الشعب ومن الحاجات الغريبة إن مجلس الشعب لا يستطيع أن يطرح الثقة بالحكومة يسحب الثقة أو يسحب الثقة بالحكومة الحاجات دي موجودة في الإعلان الدستوري ويبدو أنها وضعت عن عمد حتى تتحول مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية إلى مؤسسات منفصلة عن بعضها البعض هنفترض أنه هنتخبنا الرئيس اللي إحنا مش عفين صلاحاته بس يعني تمام مشت واخرناش بالنا ولغاية ما عملنا الدستور الجديد وخوافين عليه واستفتون عليه وموافق وطلع الدستور الجديد ده مثلا في بعض البنود اللي ضد الإعلان الدستوري أو عكسه مختلف عام مواردة في الإعلان الدستوري هيعمل إيه سعيدة؟ إيه الموقف بقى؟ الموقف أن النصوص الجديدة تطبق بأسر مباشر والرئيس الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الماضي لا مش باطل عليه أن يعيد القسم مرة ثانية بس قسم بس يعيد القسم مرة ثانية على احترام الدستور شوف يا أستاذتي الدهشة ليست ماذا سيفعل الرئيس الجديد إنما الدهشة كيف يقدم هذا العدد الكبير من المرشحين على ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة وهو لا يعلم ماهي اقتصاصاته دائمة لأنا هقف عند الرئاسة في آخر جزء في الكلامنا دلوقتي بس برضو عايزك سؤال تاني برضو بدائي وهو أنه أفترض أن الدستور الجديد عملنا برلمانية مجازا أنا عارف أن ده مش الاتجاه الحقيقي نحن بدولة برلمانية بس أنا مفترض مجازا هل ممكن رئيسي يستقيل مثلا معجبوش الحال يقول له لا أنا ورده إذا كان ما رشح نفسه وفي زهن أنه هو هيكون الرئيس في ظل النظام الرئاسي مفروض يستقيل إنما مفروض يقول لك أنا أبقى رئيس أي أن كان النظام السياسي وأنا هيعقبني الكرسي لأننا حاود عليه وقاعد قاعد يعني طبع الرئيس مبارك أول ما جاء أنا أنا مش قاعد أكتما من المدة وبعد كده زودهم خلاهم مدتين كده مدد وبعد كده أعلى 30 يعني الكرسي له إغلاعاته الشديد يعني كنت أعرف إيه فكرة الكرسي اللي بتغري قوي كده له إغلاعاته الشديد حتى الكرسي اللي احنا عادينا عليه دولة لا ده بيخلين نعم ما بيخليناش نعم اللي هم بيعملوه طب دكتور خاليني كنا بقى معك ختاما عن المرشحين رئاسين حتى الآن أنا قريت لستة فيها حاجة وخمسين شخص أو خمسين شخص تقريبا وصلوا خمسين آه وصلوا خمسين يعني منهم 40 ما حدش يسمعنهم مخلص قبل كده بس يعني ده مش عيب يعني ده دينا نجرب إيه إلا هيجرى بس هايزا عرف فعلا هو الرئيس مش عارف صلاحياته ومش عارف مهامه يعني فيش وصف وظيفي ليه مقدم على شغلانا يعني ليه الراجل مقدم على شغلانا هو مش عارف وصفها الوظيفي إيه مهو ده 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 يعني سؤالك يحمل في طياته الإجابة يعني أغلب الموشحين إلا قليلا يسعون إلى رئاسة بهدف الجلوس على مقعد الرئيس وليس بهدف تأدية فعالة وناجحة لوظيفة الرئيس يعني أنا بطلب من كل مرشح رئاسة أن يعلنوا على الشعب المصري إجابة على سؤال واحد ماذا قدموا لمصر في الماضي وماذا سيقدمون لها في المستقبل أنا أعتقد أنه لن ينجح في الإجابة على هذا السؤال سوى ثلاثة مرشحين إنما باقي المرشحين سيتضح من إجابتهم على هذا السؤال أنهم لم يقدموا لمصر شيئا ثلاثة أحد أعرف أسميهم يعني ولا ثلاثة أز لا أعرف أسميهم إنما مش عايز يعني البرنامج يكون وسيلة للإنسان لا بلاش الذي سأنجح في الإجابة على هذا السؤال ويكونوا قدموا لمصر شيئا جيدا محترما وسيقدمون شيئا جيدا محترما ثلاثة أشخاص إنما الباقين قدموا لأنفسهم من خلال مناصبهم ويسعون لمنصب الرئيس من أجل مغانم شخصية لأنفسهم للأسف طيب حيث بشكل عام ختاما متفائل من المرحلة اللي جاية ولا إحنا نبدأ لأخباطها دي فترة طويلة ولا إيه لا بديل عن التفاؤل حتى لو استقرقت مرحلة الشك والقلق وعدم اليقين فترة من الوقت إنما لا بديل عن التفاؤل دكتور محمد نور فرحات أستاذ القنوم جامعة الأزيق شكرا جزيلا أن أكون حضرتك معنا يا فندم ونورتنا شكرا لسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل خليكم معنا